اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ببيت الله هذا لتدارس آي القرآن الكريم وتدبر صوره مستنيرين بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام أحببت اليوم قبل أن أنطالق مرة أخرى إلى تدارس الآيات أن أذكر نفسي والأخوات الفاضلات بحقيقة السير إلى الله جل وعلا وما يتطلبه من ذلك من استحضار حقائق الإيمان يومياً لكل حالة ولكل خطوة ولكل حركة ولكل سكنة ولكل نومة ولكل يقضى ذلك أن المؤمن إنما يستفيد من القرآن الكريم تالياً أو مدارساً أو متدبراً إذا أتاه الله بصيرة حية أي قلباً حياً لا ميتاً لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه لتنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين وحياة القلوب إنما تكون بالتزود من هذا القرآن نعم وتكون أيضاً بالتفكر في أحوال الحياة التي نعيشها وبالتفكر في أحوال النفس كل إنسان مننا في هذا الوجود له وجود ذاتي له عمق داخلي كل واحد فينا عنده واحد الإحساس بالوجود وعنده واحد شعور بأنه عنده مثل البئر حل بئر عنده الداخل وهو النفس الباطن عمق مطلوب مني ومنك ومن كل إنسان مسلم بل من كل إنسان أن يستبطن ذاته يعني دخل في النفس تعمق فيها يعني يستبطن ذاته متفكراً ومتدبراً وفي أنفوسكم أفلا تبصروا فإذا استبطن هذه النفس وجد أنه لا يملك منها شيئاً نحن عبيد عبيد لرب العالمين سبحانه جل وعلا لا يملك الإنسان من نفسه شيئاً وإنما الملكية لله الواحد القهار سواء تعلقت هذه الملكية بذواتنا وبأنفسنا أو بالوجود حولنا وحينما نتدبر هذا الأمر الرهيب نصاب بالفزع إنسان فعلاً لما يبدأ يشوف هذا الحقائق يتصاب بالخوف لسبب بسيط وهو أنه يجد أن أقرب شيء إليه وهو ذاته ما كان شيء حاجة أقرب منك من الدات من النفس أبداً تجد نفسك أنك لا تملك منها شيئاً طلاقاً قبل أن أتحدث عن هذا المعنى بتفصيل أضرب مثلاً سيدنا موسى عليه السلام لما أراد الله جل وعلا أن يعرفه قدراته سبحانه رب العالمين حينما ما ألقى من تجل النوران على وادي على جبل الطور حيث كان موسى عليه السلام وأقبل موسى إلى تلك النار النور الذي رأى سمع كلام الله جل وعلا يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذا الحوار الذي ضار بين الله جل وعلا سبحانه من من فوق سبحانه جل وعلا وبين موسى هذا العبد الضعيف كان فيه تبصير لموسى بأنه لا يملك شيئاً وإنما المالكية لله الواحد القهر والمثال الذي أحبرته وقول الله جل وعلا قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أهش بها على غنمي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة هلولا هذا التعبير وما تلك بيمينك يا موسى الله عز وجل سبحانه يرى وينظر ويبصر أن بيد موسى عصى رأى سبحانه وتعلم طالع عليه ورأى هو يكلمه شايف سبحانه بأنه سيدنا موسى رأى هذا وحد عصى ومع ذلك يقول وما تلك بيمينك يا موسى نتأمله مزيان ما قال له شي أشنو هذك العصى اللي في الدك يعني لو أنه يتطرح لي نسول شي وحد يبالي نسول شي واحد شد عصى أنا عارف وصد عصى ورأى نشوف فيه شد العصى هدين يقول له شنو هذك العصى اللي في الدك ربي ما قال له هكذا ما قال له وما تلك العصى اللتي بيمينك لا قال له أشنو هذك شلي في الدك ما اذكرش كلمة العصى وما تلك بيمينك يا موسى هشنو هذك في الدك يا موسى لماذا بش رب العالمين سبحانه اسمع الجواب دير سيدنا موسى كيفاش غدي تكلم عن العصى قال له سيدنا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى علماء تفسير شي قولوا لو أننا نرجع للكلام الطبيعي البشري لأن هذا الكلام هذا كلام الله جل وعلا يسولني وحد عندي واحد العصى في الدك يقول لي شنو هذك العصى اللي في الدك ولا شنو هذك في الدك يقول له عصى 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 يعني التنكير لا موسى عليه السلام قال له هي عصاي عصادي لي لأنه يعني نتخيل نحن نفسنا نحن في واحد الكلام بيننا يعني لما يجي واحد ويسولني في بعض الأشياء الخاصة بيا كان حس بأنه ذك السؤال غريب لو أنه الكلام بينه وبين البشار يجي وقل لي شي واحد واحد راجل كي يعكز عنده واحد العكز يقول له شنو هذك في الدك يعني غيبا له واحد السؤال بحل فيه واحد النوع ديال الفضول سؤال غريب وليش كتسول فلما كان نقول هي عصاية بدي كلي ديال إضافة عصا ديالي أنا يضيف العصا اللي المتكلم يعني أنا أنا الدات ديالي فيه واحد الإشعار هو ما تقلش بالكلام الصريح ولكن فيه في المعنى أنه هذا العصا أنا اللي عارفها يعني بحل يقول له هذا العصا أنا اللي قطعتها من الشجرة أو أنا اللي لقيتها وقديتها ودرتها على القياس ديالي باش انتوك عليها لأنه من كلك ش توكي على واحد العصا طول منك ولا قصر منك قصر واحد الميزان معين باش يناس بالطول ديال القامة ديال يعني العكاز باش تعكز إلي هي طويل بزات ما كيصلح قصر بزات ما كيصلح إذن يكون بواحد الميزان عنده علاقة بالطول ديال الإنسان فعكاز هذا ما يصلح لهذا ما يصلح لهذا هي عصاي مجدى على وديان أنا مصوب ديال واعطاها بعض لفوائد ديال فالله سبحانه ونساء أراد أن يعلمه وأن يؤدي بنبيه لأنه يصنعه على عينه ركي ذلو إخراج بشير درسون مرسل إلى فرعون وإلى الملأ من بني إسرائيل طيب فلما إذن تكلم موسى عليه السلام بياء المتكل بها الضمير ديال آن عدت ديال بقي حس بها كتملك طيب قاله إله يا عصاد كرميها قال ألقيها يا موسى فلما الله عز وجل بيان له قدرته بأن هذه العصا لا يملك من أمرها ولا من سرها شيئا فلما ألقاها تبدلت فألقاها فإذا هي حية تسعى ولعصاد كذب خدا طبعا ولا خائفا أهرب مدبر ولم يعقب كما في الآية الأخرى فالما رهاته تزو كأنها جان توقف واتحرك بواحد القوة بشكل عمودي هل جني ولا خائفا ولم يعقب أدبارا وفر فالله عز وجل طمأنه قال له خذها ولا تخف سنعيدها يعني الله الآن كيتكلم بما هو سبحانه وتعالى رب العالمين سنعيدها أنا اللي حولتها حجرة دي الردها عصا سنعيدها سيرة هلولا بش مرة أخرى يا موسى عندهم شي توايا ملك بلك بأنك تملك شي حاجة لا العصا ولا ذاتك ولا أبناءك ولا أي شيء كل شيء مملوك لله الواحد القاه هو المالك الحقيقي للأشياء للذوات لأي شيء لو أراد سبحانه وتعالى أن يخسف بإنسان بما يملك بأي شيء لأنهاه في أقل من طرفة عين فإنما الملكية الحقيقية لأي شيء في هذا الكون إنما هي لله الخالق الذي خلق كل شيء سبحانه وجل الله نرجع الآن المثال دينا نحن دينا الأنفوس دينا يعني أقرب شيء قلت لنا هو الدات دينا هو الجسم دينا هو النفس دينا لا نملك منه شيئا ومن أبرز الأدلة على ذلك الظاهرة اللي يعني كل شيء نسي لحظة وإلا فأسرار عدم ملكية الإنسان لنفسه وذاته كثيرة اللي حصل لها ولكن من بين الأمثلة القوية جدا هذا الجسم اللي كان منكم لا أحد منا يستطيع أن يملك نمو جسمه من طفولته إلى هارمه حتى اللحظة اللي كيبدأ الجسم يشيخ ويهرم يبدأ يكبر السين ويبدأ يشرف الجسم ما يستطيع أنا وانتو ما والأخر والأخر يوقف الهارم الشرف شيخوخ يوقف ما تدخل لبدا ليه لا أحد لا يستطيع هذا وجهك اللي كتملكه صباح وعشية تشوف فيه في المرآة جسمك الذي تهتمين به لا تملكين منه شيئا رب العالم اللي كيف تدبوا إليه الشيخوخ وينخروه الهارم من عظمه إلى جلده لا نملك منه شيئا نحن قلسين الجسم يوميا كيتحول كيتحول مستجيبا لربه ما شيء أنا ولا أنت هو رب هذا الجسم لا الجسم مملك لمالك واحد وإنما هو معار عارية مسلف قلنا الله سلف عارية أعطاه الله تعالى لهذا النفس وأسكانها فيه ولله المثل العلاء هل كتشد واحد إنسان فقير معدام لا يملك شيئا ما عمدوش الضار وكتعطيه واحد ضار فسبب الله كتقول له سكن كما كيسم ما في فقه العمر كتعطيها طول عمر من اللي يموت كتعود الضار في العمر فالله أعمارنا هذا الجسم أعطينا هذا الجسم نخدموا به ونسكنوا فيه على طول عمر ضيانها فإذا قاد الأجاد كيقول كراليدي فيأخذ الجسم ويرض عناصره إلى ما خلق منه ابتداء وهو التراب فأما التراب فإلى التراب يعود والنفس كتبشي عند الله سبحانه وتعالى إلى البرزاخي حيث يسكنها حيث ما شاء سبحانه وتعالى كتشوفوا سبحان الله الظاهرة في الكون هناك تلقى ناس شخصيات كبرى يعني من أهل المال وأهل الأعمال وأهل الرياسات من رؤساء الشركات ورؤساء الدول الكبرى يعني كتبز عليه واحد سنوات معينة كيغيب عليك ما تشوفيش في التلفزيون واحد مودة خمس سنين عشر سنين كيعود يجبه كتبقى أحواله تبدلات رغم أنه يملك من القوة والسلطة والمال ما يجعله يغير طبائع البلاد والشعوب وغزو الدنيا يدير الغريب والغريب ومع ذلك يهرم هذه القوة لا تظهروا في سيطرته على بدني كي يشرف يشرف ويشيخ ويتعب إلى أن يموت تماما بحل هذه الفاكهة رمانة أو تفاحة أو ما شئت من الفاكهة كتنضج في الشجرة ديالها والطيب طيب تفوت الوقت ديالها ديال الطياب كتخمج والطيح ته فلذلك نحن كفواكيه الأشجار بني آدم كلهم بحل الفاكهة ديال الأشجار اللي طبط الفاكهة دياله كالطح بشكل تلقاء من الشجراء للأرض وتذوب في التراب تنتون الرائحة ديالها ما كتبطاش مزيانة تنتون تبقى الصلحة تلمكل لهذا إذن وجب أن يتدبر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصروا هذا المدى لمعطيها الإنسان يعيش حاله لا شيء والله الأخوة الكلمة لا شيء والذي اغتروا بمظاهر الحياة الدنيا وبزينتها وبأموالها وبأحوالها وبأعمالها ما هو إلا مغروب جاهل لأنه إنه إلا فطر وجيزة ونمضي جميعا كل من على الأرض عنده واحد افتراء يعني بحال شجرة شجرة كل خريف كتنفض لأوراق ليلة وتستبذلها بأوراق جديدة وهكذا يعني كل ربيع تنبت وكل خريف تنفض وإحنا كنلاحظ من الجيل الذي يعني نصره والذي كان قبلنا والذي يأتي بعدنا كل جيل كي ينسخ الجيل اللي قبل منه فنحن نسخنا جيل الآباء وأبناؤنا وهم نواسخ ذواتينا لما تشوفه في ولدك كيلعبوك يفرح راه هذا كوالأجل ديالك راه تولد باشي يعيش في موضعك لما ترحلين أو لما ترحل كما أننا نحن ناس خلا جيلة آبائين وهكذا تشي مشاهد سبحان الله عظيم كتشي الموت فتحصده واحد طبقة معينة صحيح يعني كيموت صغير ويموت تتبير ويموت المصد ولكن الله عز وجل عنده سنة في الكون كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين يعني كتشي واحد اللحظة معينة سبحان الله البني آدم وكتشوف في الناس اللي في واحد طبقة معينة متقاربين يعني ناس ولاد عشر سنين وحدة يعني ذو كل متفوتين بتلت سنين عامين اربع سنين خمس سنين تلع عشر سنين ولد عشر سنين وحدة كيموتوا صبح الله بني في واحد سنوات متقاربين كل عام كيموتوا من المعاف اللي تعرف اللي قرأ بلي كل عام كيموتوا منهم فلان فلان يعني كيموتوا واحد مت صحبه مت قرى معه مت اللي كان معه يعني طبقة وحدة صبح الله الله لكيكون تفوت كبير يعني حوال عشر سنين وشنين عشر سنوات إلا من شزاء وقليل ماهم فكيجي الجيل من بعده كتشد فيه حتى والموت صافي كتبتت تسقطه يعني تبتت تقلع له الأوراق يجيل كامل حتى ينتهي ثم يأتي الجيل الذي بعده وكذا الولادات تأتي والموت وتشتغل بأمر ربها لا تمل ولا تكن هذه الحياة التي أعمارنا الله إياها أعطاها النبش نعمرها ونعيش فيها إلى حين كما قال جل وعلا إلى حين جاهلون فعلا حقا من جاهل فيها بالله ولم يشتغل بالتعلم أي بالتعلم تعلم المعرفة بالله هذا السلف الذي أعطاه من الله سبحانه وتعالى الذي هو العمر الذي هو الذات الذي هو الروح الذي هو النفس الساكن في هذا البدن جعلت لنا للابتلاء للابتلاء الدقيقة الثانية محسوبة عن الإنسان فيما أنضاه ولذلك مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة قبل أن تزولا قدمه وعن عمره فيما أفناه لأنه عمر هو رسل المال لأن الإنسان العمر هو رسل المال تعطى لنا بشنتاجر مع الله سبحانه وتعالى فنكسب ربحا من شاء الله العافية أو خسارة نعوذ بالله من الخسارة والربح الذي يكسب الإنسان في هذه الدنيا هو أنه الدقيقة ولله بعشر دقيقة لأن الحسنة بعشرين أمثالها الحسنة الذي يمكن دراها في دقيقات واللي بعشرد دقيق والحسنة الذي يمكن ذراها في ساعة كتignon بعشرد سوية واللي في نهار كتignon بعشر اليوم وهكذا وهكذا فتحصل الباركة في العمور كتحصل الباركة بالعمور هذا هو الذي تسمع العمور المبارك يعني من الدعاء المثور webارك لهم في أعمارنا يعني يعني يعيس الإنسان ذلك لقدر الله ما غاديش يزيد عليه ولا سلطين ولكن ينجز من الخير ينجز من الخير الشيء الكثير ويحس الإنسان فعلا بأنه أداء أداء من الحقوق لله وللعباد ما طلب منه الشيء الكثير فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ولهذا الإنسان المؤمن سائر في الحياة الدنيا إلى أين إنما هو سائل إلى ربه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقيه كل إنسان إنما ملاقات الله جل وعلا أحد أمرين إما أن تلاقيه وأن تلقاه رضيا مرضيا لقاء المحبة أو العياذ بالله لقاء المحاربة إخطط الإنسان الحياة المستقبل دياله لأي شيء إذا أغفال أنه سائل إلى الله قطعا سيضل يخل الطرق لتوصلوا لله على سبيل الرضا ويمشي الطرق لتوصلوا لله ولكن على سبيل الصخاط والعياذ بالله ولهذا الإنسان يفكر فعلا قبل ما يتخذ أي قرار كي يتعلق بالمصير الأخرى ويديلو يفكروا مرات ومرات الناس كانوا كيقولوا على التوب ميات تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص هذا المقص الأخوات الكريمات اللي كانت تكلموا عليه الآن هو المقص كي يضرب في النفس كي يضرب في العمر ديالك ينقص لك من عمرك شيء اللي ما عندكش إطلاقا القدرة باش تعوضيه ولذلك أي حياة نختار نعيشها إلا وهي رأى تفصيلها كان فصلها نرسل فلذلك واجب على العاقل أنه يخمم فعلا قبل ما يضرب بالمقص لأنه ما يضيعش يوم ما شيء شهور ما شيء سنوات ما يضيعش يوم في غير طائل في غير ما ينفعه في آخرته أرى مش تعين كتدوج الحياة الدنيا أرى مش تعين كل واحد فينا أرى عنده واحد العمر معين عاشه من الماضي دياله إلى هذه اللحظة كيف يفكر الإنسان بحل ما عاش واله باقي إنسان سبحان الله يوصل ستين وسبعين وكيحس أنه ما عاش واله وحقيقة لأن الحياة ما عندهاش امتداد أطول حقيقي منفظوم الطول في الدنيا ما كيش هذاك العمر اللي نسميه طويل لا وجود له ولو عاشه مئة سنة لا وجود للعمور طويل العمور اللي زاكي فعلا هو العمور العريض بشي طويل لأن الطول فيه إحساس دياله المسافة والمسافة مرة واحدة كتسالي حاجة اللي كتسالي كتسالي غير تقولي واحد ركي ساليتي واحد اتنين ثلاثة آربعة آخم سالي تسالي لحاجة اللي محسوبة معدودة واحد الأرقام معينة سبعين تمانين مئة مئة وعشرين أرقم من الأرقام غير تقولي فيه واحد ركي كتبير العد العكسي كتنقصي ينتهي بينما العرض هو الذي لا ينتهي العرض هو الحياة المباركة ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفه لجناب العرض عرضها كعرض السماء وضرب حال الإنسان كيعيش للحظات وش مرات بالمرات عديدات هكذا أعمار الدنيا كي اللي كيعيشها بالعرض كي اللي كيعيشها بالطول اللي كيعيش بالطول الله ما كيحس بيها تكتمشي وإنما كي الدوق حقيقة الذي يعيش عرضها هل نعطي واحد مثال دي واحد طريق في واحد خمسة متر دي العرض خمسة متر دي العرض ولكن مطلوب منه يعني أراها غادي يمشي في الاتجاه دي الطريق حتى النهاية دي لها النهاية دي لها محدودة واحد نقوله مثلا واحد الكيلومتر دي الطريق وغادي تنتهي ولكن قلت فيها عرض دي الخمسة متر كي اللي كي قبط طريق ويبقى غادي اللي قدام يعني راها غادي غادي ينتهي صافي هيوصلني هاي دي لها صال كمال الكيلومتر وكمال حق دي لها لكن هادك الإنسان الآخر مثال الآخر نموذج اللي عنده خمسة متر دي العرض كي يقول غادي ندر هاد الخطوة اللو لا هاده متر ولكن كي مشي بها واحد المتر آخر ما كي مشيش طول كي مشي للعرض يعود يخطوي واحد الخطوة آخر على العرض متر ثلاثة خمسة يعني عاش اللحظة اللي عاشها هادك لأخر خمسة المرات هادك تجي الخطوة الثانية دي لهم هاد الخمسة المرات هاي الأعمال المفيدة يعني عبادة الله في الأرض تخليك تحسي بالانتداد الخالد للإيمان وللنفس يعني ما كتبقاش الموت عندك هي نهاية الدنيا الموت يعني لا أقول نهاية الدنيا ما كتبقاش الموت عندك هي نهاية الإنسان بل هي قنطارة كتحسي بالانتداد كتحسي بالحياة ليلة الآخرة الآن في الدنيا وهذا كمال الأنس إنسان مونس أما الإنسان والعياذ بالله ليس دعني عن الآخرة كتبقى للموت عنده فزع فزع رهيب عقدة عقدة فوبيا مرض كتبقى لأنه كي يحس بأنه وغد يخليها الدنيا وينتهي كما يأس الكفار من صحاب القبور هذا هذه عقدة هذه مصيبة أما المؤمن فهو يأنس بعبادة الله ما حدوكي عبد الله سعلا ويحس باللذة والأنس ويحس بالجمال دي الحياة رغم أنه يشوفكي ويشوفها ثانية غدية السالي ولكن اللذة دي العبادة ما كتساليه لأن اللحظة دي الصلاة اللي كتعبد فيها الله أو الصدقة أو العمل دي الخير اللي تديريه أو يعني اللحظة اللي تشعري فيها بالمحبة دي الله سبحانه وتعالى أو اللحظة اللي تقلسي تصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه اللحظة اللي محسبة عليك في الدنيا بالدقيق ركي كتخرجها من الزمان يعني لحظات كتسافر بها من التراب للسماء كتسافر بها من الزمان اللي كيتسالى اللي هو العمر وتعيش بها اللحظات اللي عمرها ما تسالى وهي اللي كتبني لك العمر الخالد كتبني لك العمر الخالد في الجنة ومعروف أن عمر الجنة لا ينتهي لا ينتهي خلود صر مدي أبدا فتجي واحد للحظة للإنسان وهو يتطور في مراتب الإيمان ومدارج الإيمان كي يوصل درجة اليقين لما يوصل ديك الدرجة دي اليقين يصبح له شوق إلى نعم الله في الجنة وكي يبقاش عنده تعلق بمتاع الدنيا يأخذ من الدنيا قوته عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمنا أم المؤمنين كانت تقول على طعام ديالسيدنا محمد ولاد العيالات دياله كان طعام آل محمد قوته طرف ما هو القوت القوت هو هذا الرزق الذي يأكله الإنسان وما يكفيه يعني ماشي كي يكل تيشيط عليه لا مش كي يكل تيشبع لا وإنما كي يكل كي يحيد للجوع كي يحيد للجوع ولكن ما كفيش يعني لو كنت تعتطلو فورصة يزيد يأكل باقي عنده يعني باقي كيوجد لذة ديال المكلة وباقي كيوجد يوجد أرغبة أرغبة ديال المكلة وإنما هو على قوت يعني الحمد لله كي يكل باش ما يموت باش ما يحس شيء بالحريق ديال الجوع يعني محافظة على الهيئة أو البنية دياله مزيان كان طعام آل محمد قوتا هذا هو بشع السيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو وأهله وأزواجه طيلة عمره عليه الصلاة والسلام وكذلك عاش كثير من أصحابه الربانيين على القوت وكثير من أهل الله الصالحين عبر التاريخ مش معنى تأتيش أنه الإنسان يعني ينقاط على طيبات الحياة الدنيا لا ليس هذا القصد ولكن القصد هو بش النفس دياله ما تتعلقش بلا أشياء فانية فانية تنتهي وإنما تتعلق نفسه بما يبقى قولي ذهبت كلها إلا كتفها بل باقي لما عائشة رضي الله عنها تصدقت بالشاء لما دبحوها تصدقت بها وكتف دخلني برصالهم قال لا باقي شيء لحم قالت له ذهبت كلها شاءت كلها من قوله إلا كتفها هو اللي باقي قال لا قولي باقيت كلها مش شاءت وذهبت وضعت لا باقيت كلها إلا كتفها هذا كتف هو اللي هو اللي ضع إنه إنه قد ينكله يمشي ثرب ينتهي أما الذي تصدقت به يا عائشة فقد باقي نعيما خالدا مخلدا يعني خرج من الزمان الفاني رأي شيء عجيب هذا كل حم هذا الصداقة خرجت من الزمان الفاني للزمان الباقي مش هات للزمان الباقي الدرهم لتصدقه بسبيل الله خرج من الفاناء إلى الباقاء لحظة من عمرك اللي تشتغل بها في العبادة في الخير في الدعواء إلى الخير خرجت من الزمان الفاني اللي هو عمرك اللي كينقص خرجت منه ودخلت في عمر ديالك اللي باقي اللي عمره ما يفنى هذا المعنى العظيم الذي يعلمنا إياه القرآن الكريم شيء كله في كتاب الله القرآن الكريم رسالة من عن ضرب الكون جاءت من فوق سبع سماوات كلام الله جل وعلا جاء يحدث هذا الإنسان بحقيقة أمره ووجوده عسى أن يخرج من غفلته والله أخوات الكريم إذا الإنسان يتحصر فعلا ويتأسف ويأسى على الوضع ديالناء كمسلمين غفلين على الحقيقة الوجودية غفلين على الحقيقة القرآنية يا حصرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حصرة على العباد ويحصرة على هذه الأمة وعلى هؤلاء المسلمين الذي عندهم القرآن الكريم لو أن هذا إنسان يشتغل بكتاب الله عز وجل تلاوة يقرأ الكتاب صباح مساء يتدبر حقيقة نفسه ومصيره لكون يوجد فيه كل المشكلات دياله والله الذي لا إله إلا هو يوجد المشكلات دياله النفسية والأسرية والاجتماعية يلقها في القرآن يلقها في القرآن يعني كنت خطبه والله تعالى يفتح عليه نور من عنده سبحانه وتعالى ويقوله العلاج ديالك كينه نا قلبه 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 قد يحدث تبريك شيء يقوله الياقظة ديالك الياقظة ديالك الفيقة ديالك من الغفلة ديالك كينه نا فإذا حصلت للقلب الياقظة فقد حصلت الهداية وتلك أعظم نعمة على الإطلاق امتلنا الله بها على عباده نحن واهمين كيسحب النبي أن الدنيا المال الأعمال الجاه الحياة المادية هي أعظم نعمة أبدا أبدا الله عز وجل عنده واحد محطة ثلاثة كبار أعطاهم البندم نعم أفضلها هي الهداية لما حطلوا لكما ذكرت مرارا وتكرارا الخلق وراه البندم ما كان فقدر الله عز وجل أن يقول له كون شيء وخلقنا خرجنا من العدم إلى الوجود وهذه العملة لا يستطيع أحد أن يشكرها تمام الشكر ثم بعد أن خلقنا رزقنا والرزق ديالله ديالله تعالى هو رزق الله سبحانه وتعالى يعني اللي اعطاه البندم الرزق مقدار لا يزيد ولا ينقص هو والعمر سواء الرزق والعمر بحل بحل كما رب تعالى قدر لك العمر ما يزيد شيء سنتين كذلك قدر الرزق ما يزيد شيء سنتين الرزق واحد يعني طرقي الأسباب اللي بغيتي رأى ذاك شيء اللي يكتبو لك الله سعالى غادي جيك غادي جيك لا يزيد ولا ينقص ثم النعمة الثالثة الكبرى الهداية اللي خلقوا الله أرزقوا الله ولم يهده فكي يقول الخلق والرزق كي يقول مصيبة ويوم القيام الكافر اللي كان غني في الدنيا وكان يعني يملك يعني أسباب أسباب الغلبة وأسباب القوة في الدنيا يندم أن كان كي يندم على الشكان جاء ويقول الكافر يا ليتني كنت تراض الهداية هي النعمة اللي كتغطي كل ذا النعم فمن حرم الهداية فقد حرم كل شيء ومن أوتي الهداية فقد أوتي كل شيء كل شيء لأنه الهداية قد تنزل عليه السكينة والبصيرة يقول لي يشوف كي يخرج من ذاك العمى ديالو ديال البصيرة ديالو يقول لي يشوف الحقائق كما هي كما يرى الذي انتقل إلى الآخرة لأن الإسان غير يموت يبدأ يشوف الحقائق كاملة وشوف بينا وما يبقى شلوه ما عنده الغلط فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد يعني من الحدة والدقة لأنه الآن نبصر الأوهم خيالات وسائل اللي اعلمت خيل لنا الباطل كتردو حق والحق تردو باطل يزين لنا الشهوات يرضهم لنا النعم وما هي إلا نقم شهوات الباطلة الفانية وما هي إلا ابتلاء لهذا الإنسان وما على الأسف القرآن يحذرنا يوضح لنا القرآن يعطينا ضادر حقيقيين باش شوفوا الحقيقة كما هي ونحطون ضادر دي القرآن واللبسون ضادر دي الشيطان واللهم أرنا الحق ونرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ونرزقنا اجتنابه واجعلنا لك المشاكرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم